الحقيقة نحن لسا مكملين في فقرتنا الرياضية ومشاهدين الكرام للأسف خسرتين للأهلي أمام ساندعونز والزمالك أمام الوداد المغربي في بطول الدوري الأبطال الأفريقي بكده الموقف بيتعقد جدا فريقين في المجموعة الأولى والربعة موقف صعب خلينا نشوف أسباب الخسارة وموقف الفريقين مع الأستاذ محمد مهدي الناقد الرياضي محمد صباح الخير عليكم دايما نورنا صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدين الكرام أحسن موقفين صعبين إن كان للنادي الأهلي أو لنادي الزمالك خلي يبدأ معيك بالنادي الأهلي النادي الأهلي كمان يعني خسر على أرضه ملعبه دي حاجة صعبة يعني ما كانتش متوقعة كمان بص بالضبط لأنه كل الترشحات كانت يعني في صالح النادي الأهلي وده يعني سبب من أسباب الخسارة النادي الأهلي مبارح إنه كان فيه استيقى زيادة أولا عنده جمهوره ثانيا عند اللعاب النادي الأهلي وعنده المدير الفني بيتسو موسيماني فبالتالي كل العوامل دي قدت إلى خسارة النادي الأهلي بالأمس أمام ساندونز طبعا خسارة مفاجأة بشكل كبير الناس كلها كانت متوقعة أن الأهلي يكسب ساندونز بنتيجة كبيرة خصوصا أنه ساندونز ليس هو ساندونز بتاع المواصل المواضية يعني كمان أنه النادي الأهلي فاية لفترة بتكلم في كاس عالم الأندية البرونزية للمرة التانية على التوالي رجع الدوري بيكسب المصر مقصب ربعية نظيفة فبالتالي أنه في حدث فوقان في النادي الأهلي فالمباراة عكس طبعا تصير كل التوقعات خسارة غير متوقعة بالمرة ولكن هناك أسباب لها طبعا رقم واحد وعند كنا تكلمنا كتير في موضوع بيتسو موسماني وتحفظه الشديد في بعض المباريات اللي بيعمل ألأة للنادي الأهلي أي فريق بيجي بيلعب النادي الأهلي سواء داخل مصر أو خارج مصر بيبقى عنده الرهبة والخوف من النادي الأهلي لما بيكسب الوقت معاك اللي وقت بيمشي معاك خلاص بيزداد ثقة دي اللي بيدي هالو بيتسو موسماني ما بيغيرش سريعا حتى هو في المؤتمر الصحفي مباراة حتكلم أنه تأخر في التغييرات بشكل كبير جدا إدى فرصة لساندونز أنه يسيطر على المباراة طبعا النادي الأهلي ضيع فرص كتير جدا مباراة ده ناتج عن فيه رعونة كبيرة عند اللاعبين فيه ثقة زيادة عند اللاعبين الأهلي مليئ بالنجوم فبالتالي أنه كل حد عايزة بتنفسه كان فيه بعض الأنانية من اللاعبين وعدم الترجيز بشكل كبير جدا بالإضافة طبعا إلى أنه غياب التوفيق وعن بعض اللاعبين على رأسهم محمد مجد أفشا ومحمد شريف ظهروا بمستوى غير متوقع لهم فترة مع النادي الأهلي مستوى سيء جدا أفشا تم استبعادهم من قائمة منتخب مصر في أم أفريقيا ممكن يكون أثر بعض الشيء نفسيا عليه محمد شريف تواجد مع المتخب ولكن شارك لبعض الدقائق أيضا أثر نفسيا عليه وده اللي خلى مستوى يعمل جلسات نفسية مع محمد شريف ولكن هم لهم فترة غيبين على النادي الأهلي لا ده محمد مجد أفشا ولا ده محمد شريف فبالتالي أنه الأهلي يفقد جزء كبير من قوته كمان مستوى عنده أوراق ربحة ولكن هو بيعتمد على حرس قديم فهر محمد طهر لم يزبط كفاءته بالشكل المطلوب مع النادي الأهلي حسين الشاحات لم يزبط كفاءته أيضا وعندك أوراق تانية عندك بيتلتاو وعندك مكسونة عمل مطش كويس جدا أمام مصر المقصة وسجل صنائيا وفاجأ بمطش مبارح أنه على الدكة لا يشارك مكسونة يعني ممكن أداءه تحسن بقيله فترة كمان فكرة اندماجه مع بقيل فريق كمان كان فيه تحسن كمية بالضبط آخر مطش اللعب في الدوري الأهلي ومصر لهم مقصة أربعة صفر أهلي مكسونة وسجل جنين طبيعي كل خلاص لعب يعني رجله دخلت في الملعب وبقى بيسجل أهداف طبيعي أنه يشارك أساسي في المطش اللي بعده عشان يكمل التألق بتاعه يعني كل الناس فوجت أنه هو يعني مبارح على دكة البودلاء حتى ما منزلش خلال سهل المباراة وتم الاعتماد على طهر محمد طاهر وحسين الشاحات كبديل برضو لم يؤدي المستوى المطلوب منه فدي كلها العوامل أدت لخسارة النادي الأهلي بالأمس يعني ما أعتقدش أن هي خسارة طبعا خسارة صعبة لأنه النادي الأهلي لما يخسر على أرضه وسط جمهوره تبقى صعبة جدا ولكن موقف الأهلي في بطولة أفريقا في دول المجموعات سهل جدا الهلي لسه قدامه أربع مطشات لأنه عنده مرش مؤجل مع المريخ السوداني يوم السبت القادم كمان يعني الحظ خادم النادي الأهلي في أنه أربع مطشات هلعى ثلاث مطشات على أرضه في القاهرة فبالتالي يقدر بسهولة أنه يكسب التسع نقاط مع كامل احترام للهلال السوداني والمريخ السوداني ولكن ليسوا في مستوى النادي الأهلي فبالتالي النادي الأهلي عنده تسع نقاط مضمونين على الساد القاهرة مع النقطة اللي عنده فبالتالي أنه يقدر يتجوز مرحلة المجموعات فهي مش مشكلة كبيرة للنادي الأهلي هي القصة أنه مطش مع السندونز في جنوب أفريقيا إذا قدر النادي الأهلي أنه يكسب سندونز ممكن يتقهل كأول مجموعة لأ خسر من سانداونز فبالتالي أنه هايت أهل تالي المجموعية إحنا مبارح كنا بنتكلم على أن بيتسو موسيماني أكيد حافز فريق سانداونز وعارف هيعمل إيه بالضبط وقلنا كمان أن المدرب سانداونز يعني تلميز بيتسو موسيماني فكنا متوقعين مكسب كبير هالمشكلة هنا في الخطة 4-3-3 في فوجة نظرك يعني بيعتمد على ديفندرات أكتر المشكلة هنا فين كمان في الملعب التمرجز خط الدفاع المشكلة فين بص هو موسيمان أكيد حافز فريق سانداونز وهم حافزين موسيماني كويس جدا وبالتالي أنه المباراة كانت سجال بين المدربين حتى في المؤتمر الصحفي قبل المباراة كان كل واحد فيهم يعني يكون احترام للتاني وبيتكلم أن احنا يعني حافزين النادي الأهلي وحافزين موسيماني وبالتالي موسيماني نفس القصة نحافز فريق سانداونز وحافز طريقة لعبهم والقصص دي كلها اللي فرق مع موسيماني نحنا يعني نقطة جوارية احنا طول الوقت بنتكلم فيها لا يجب أن تبادل اللي قدامك احترام بشكل كبير جدا التلاتة ديفنترات للأهل بيلعب بيهم محمد فتحي ألو ديانج عمرو الصلية أثبتت فشلها في عديد من المبارات مع موسيماني ولكنه مصر على نفس الطريقة الناس كتير طلبته بتغيير الطريقة ولكنه عنده قناعاته أنه أنا بستحوز على نص الملعب ولكن الفعالية الهجومية قليلة عند النادي الأهل بسبب الطريقة بسبب الازدحام في نص الملعب وانت بيأثر عليكي هجوميا يعني لو الناس كلها بتتلم في اتنين بس في نص الملعب ألو ديانجا أو معاه عمرو الصلية أو حمدي فتحي والمطشط الفتحي كان بيلعب حمدي فتحي متأخر كسالس يعني قلب دفاع فبالتالي بتدي فرصة لأحمد عبدالقادر بتدي فرصة لمحمد مجري أفشا بتدي فرصة لبرستاو بتدي فرصة لزيادة هجومية أكتر للنادي الأهلي ده ما بيحصلش كمان أنه المطشي يعني بدأ يعني سندونز جاب الجنف ديان 86 فبالتالي انت معاك فترة كبيرة جدا طوال المباراة ما فكرتش أنك انت تغير طريقة اللعب وانت مسيطر بشكل كبير على المباراة بتضيع فرص في كتير على مرمى سندونز سندونز ما رحش غرب كورة أو بكرتين خطرتين على المرمى الأولى في القائم والتانية دخلت في محمد الشنه فبالتالي وما كان بالعب على الحجمة المرتدة انت تحفظت زيادة عن اللازم في مباراة الأمس فبالتالي كان العقاب انك انت ضيعت كتير فاستقبلت هدف سندونز فبالتالي موسيماني لازم يكون يعني عنده مرونة شوية في طريقة اللعب ايضا لازم يكون عنده ساعة صدر في تقبل النقد ممكن مبوغش نقد لموسيماني شخصيا ولكن الملاحظ انه في كل المؤتمرات الصحفية بعد المباراة الموسيماني يدخل فيه جدل مع الصحفية مبارح بيتسئل على انه طريقة اللعب فقاله لو انا كسبت مكنتش هتكلمونه في طريقة اللعب لو جون جه من اللي ضاعه ودخل ما كانش حد هيكلمني ما هو ده طغير لو كنت كسبت اكيد محدش كان هيكلمك لانه ويبقى واضح ان التكتيك مظبوط او لو كان فيه حتى مشاكل كنا هنعلق عليها هو واضح انه يعني واخد اتجاه او خط ضد الاعلام المصري شاف انه بيتهاجم في الاعلام المصري كتير عن النزوم شاف انه مشواخد حقه واحد بيتكلم في بطولتين دورة ربطال افريقيا متتالم على الناد الاهلي وبرونزيت كاس العالم الانديم وراتين متتالم على الناد الاهلي محقق الدوري والكاس والソبر الافريقي فبتال انه هو شايف انه مشواخد حقه ازهاد عن النزوم فبتال انه خلاص بقى فيه يعني نوع مش هقول العداء ولكن عند بينه وبين الاعلام طيب انت شايف انه اัخد حقه مش قصة نشواخد حقه هو اواخد حقه يعني زياد عن النزوم ولكن هو من بداية موسيماني هو يتعامل مع الإعلام الجنوب أفريقيا ولا يتعامل مع الإعلام المصري يعني نادرا لما تلاقي مسلماني بيتكلم مع الإعلام المصري كل كلامه مع الإعلام الجنوب أفريقيا حتى حتى موضوع تجديد عقده وخلافاته مع الناد الأهل في القيمة المالية الإعلام الجنوب أفريقيا هو اللي بيبرز ده يعني العام المصري بين على الإعلام الجنوب أفريقيا ولكن هو اللي حصل ده في المؤتمر الصحفيه تكرر مش مرة ولا تنين ولا تلاتة كل مؤتمر صحفي لازم بيكون فيه خلاف بين مسماني وبين الصحفيين لا إما على طريقة اللحب لا إما شارك مين أو ما شاركش مين فبالتالي أنه هو ردوده طول الوقت يعني قاسية جدا عنيفة لو أنا كسبت ما كنتش هتكلموني في كذا طبيعي لو أنت كسبت مش هنكلمك في كذا طالما أنت بتخسر فطبيعي أنه الناد الأهلي ما بيخسرش الناد الأهلي بيتكلم في أنه 37 مباراة على التوالي لم يخسر فيه على ملعبه من 2016 مثلا أو لحد الوقت ما خسرش على ملعبه في دول الأبطال فبالتالي لما يخسر الناد الأهلي لازم الإعلام يقول لك بل زبط لازم الإعلام يقول لك أنت ليه شاركت ده وما شاركتش ده أنت ليه ما غيرتش الطريقة أنت ليه ما كانش عندك مرونة تكتيكية في المباراة ليه مصر على الاعتماد على التلاتة ديفندر في قلب الملعب خصوصا أنت بتلعب على ملعبك ووسط جمهورة دياني طبعي نحن نتكلم عن الجدل الدائر بقى فيه جدل دائر على السوشيال ميديا وفيه تعليقات كتير جدا على تغييرات المسلماني مبارح كمان تحديدا تغيير محمد عبدالقادر بحسين الشحيط تعليك إيه بتعلي التغييرات بشكل عام؟ أحمد عبدالقادر عفو بص إحنا التغييرات كلها طبعا إحنا تتكلمنا فيها فيها يعني حاجات طريقة اللعبة التشكيل ذات نفسه أنت ذاتبين من الأول كان خطر تغييراتك كمان كانت أخرى جدا وكانت يعني ليست على المستوى محمد شريف طول المباراة ما عملش أي حاجة فبالتالي أنه بيستبدل محمد شريف في آخر المباراة بحسام حسن تغييرات أحمد عبدالقادر لم يظهر بالشكل المأمول بأحمد عبدالقادر بالأمس فبالتالي هو دفع بحسين الشحات ولكن الغريب أنه حسين الشحات يعني على مدار الفترات اللي فاتت المتشات اللي فاتت للنادي الأهلي يظهر بمستوى ضعيف وأنت تصر على الدفع بحسين الشحات سواء أساسيا أو كبديل فبالتالي وعندك مكسونة على دكة البتلاء كانت تقلق تمطش مصر المقصة فتغييراته طبعا خطيئة حتى توقيتاتها خطيئة أو متأخرة طيب نروح بعى المتش الزمالك المتش بدأ حلو قوي عادنا اتفرجنا عليه كده كانوا مفسطين في الأول وبعدين ثلاث أهداف غير بعض إيه اللي حصل يعني التراجع في الأداء ده هحصل بسبب إيه بص الزمالك عنده مشكلة كبيرة أولاً الزمالك عكس الأهلي يعني أقعد الاثنين خسروا ولكن الزمالك موقفه صعب جداً في مجموعات دور الأبطال الزمالك لازم يكسب الثلاث ماتشات الجايين داخل مصر وخالج مصر ما قدموش حل تاني حتى يتأهل إلى الدور التالي أي خسارة أو تعادل الزمالك يعتبر نفسه خارج المنافسة فبالتالي أن الزمالك في موقف صعب جداً لعبت الزمالك رايح المغرب وعارف نفسها أنها لازم ترجع بنتيجة إيجابية على الأقل كان لازم يتعدله مع الوداد وبالتالي زم حضرتك ذكرت أننا بدأنا بداية كويسة جداً هدف لزيزه مبكراً في الديئة ثلاثة ولكن تراجع غريب لأداء لعب ناد الزمالك دعنا نقول أنه اللي يحصل في ناد الزمالك ده يعني مش أقول فنياً بقدر ما هو أنه عدم تشتيت للعبين لعبين مش مرتفزها كانوا بلعبين حلو يعني كانوا بلعبوا حلو في الأول ما هو القصة مش بدأت بلعب حلو القصة أنه ناد الزمالك ليه فترة كارترون ما بينها مش وهاعط المدير الفني فبالتالي ده أساس للمنظومة الفنية في ناد الزمالك من ساعة مال مجلس الجديد أنا قصدي إيه اللي شتت اللعيبة وجوه الملعب نص لعدة الزمالك عودهم تنتهي بنهاية الموسم فبالتالي عايزين يجددوا وبيتكلموا مع الإدارة في مفوضات تجديد وعروض لمحمد أبو جامل من النصر السعودي وعرض لطريق حامد من بيرامز ومن السعودية أشر بن شري هيجدد مش هيجدد حازم أم عنده مش عارف مشكلة إصابة كذا يعني فبالتالي أنه ده كله تشتيت لعب الكرة لعب الكرة برضو لازم يتوفر له جو مناسب أنه يقدر يطلع كل اللي عنده فبالتالي أنه فيه تشتيت عند اللعبين تشتيت فني وزهني وبدني الكارتروني المدير الفني أيضا عنده نفس المشكلة هو من ساعة مجهة المجلس وعنده انطباع عند المجلس هيماشيني لأن أنا سبت نادي الزمالك قبل كده في مرحلة صعبة في نصف نهاء دور الأبطال الموسم القبل الماضي ورجعت تاني فبالتالي خلاص هو عنده انطباع عنده مجلس داره هيماشيني في أي وقت أنا أخسر فيه بالتالي هو بيقالف كتير جدا في التشكيل للفترة اللي فاتت ده مش كارترون وده مش مستوى نادي الزمالك ولكن كل اللي بيحصل ده في نادي الزمالك هي مشكلة لعبين أيضا نادي الزمالك عنده مشكلة لقماشة بتاعت اللاعبة ذات نفسها في لعبة في الزمالك لا ترتقل لابتداء قميص نادي الزمالك بتتكلمي في انه حمزة المسلسة محترف بيقبط بالدولار أو الزمالك بيطاع فيه رقم كبير جدا وليس على المستوى فيه يعني ظهير أيمن أحسن منه مصريين أحسن من تجيب واحد محترف ليس على المستوى محمد أوناج محترف ولكن مستوى ضعيف جدا أشرف بن شرقي أحد أبرز اللاعبين في نادي الزمالك ولكن ليه موسمين لم يقدم أي شيء لنادي الزمالك في تعليقات كثير فعلا فبالتالي الزمالك عنده دربكة عنده غياب طريق حامد في نص الملعب هو العمود الأساسي لفريق نادي الزمالك في نص الملعب رحيل فرجاني سياسي رحيل مصطفى محمد وبعد منه رحيل مصطفى فتح فبالتالي الزمالك عنده نواقص كثيرة جدا حارس المرمى محمد أبو جبل مشغول بعرض النصر السعودي فبالتالي كل ده هو يؤدي إلى نتيجة أن الزمالك يتقدم في أول ثلاث دهائق ثم يتراجع دفاعيا واستقبل ثلاث أهداف من الوداد رغم أن الوداد ليس في حالته المعهودة الوداد يعني خسر من بيت رؤيتكم في دور الأبطال تعادل مع كسب سجراته اللي هو يعني فرقة أضعف من الوداد بيخسر في الدور المغربي فبالتالي ليس هو الفريق الوداد اللي احنا كنا بنشوفه من سنتين ثلاثة فريق قوي لا فريق فل متناول فريق ضعيف جدا ولكن ضعف الفني اللي يعيب نادي الزمالك والتشريط الزهني هو اللي أدى لخسارة نادي الزمالك بالأمس بسلسية طيب مجلس إدارة نادي الزمالك خاد بعض القرارات بشأن الجهاز الفني ولينا أهم هذه القرارات من وجهة نظرك وشايف أنها تقدر تعيد توازن نادي الزمالك مرة تانية وفي نقطة تانية عايزة أكلمك عليها كمان إحنا سمعنا فيه كلام كده دائر على السوشيال بيديا فكرة أنه جريد وبيفكر أنه يدرب نادي الزمالك بعده وكان بيدرب الأهلي مش أول حاجة بالنسبة للقرارة طبعا كان قالت متحة عبدالهادي وأمير عزمي ديله مدربين ومساعدين طبعا كان حصل بالأمس لا تاكده مش طريفة متحة عبدالهادي مع أحد يعني حامل الكرات في المباراة دي أول قرار قرار التانية تحويل كارترون إلى التحييق قد يعرفوا إيه سبب النتائج السيئة لنادي الزمالك سواء في الدورة لأنه آخر ماتش خسرهم من سموحة ننصف وبالتالي بيعمل نتائج سيئة في دور الأبطال بيترو أكليتكو وبتعادل في القاهرة وبتعادل مع سجرات الأنجولي وبيخسر من المداد وبيصعب موقف نادي الزمالك في المجموعات ثالثا إيقاف مستحقات لعبي نادي الزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري وإلى آخره يعني أنا شاهدني القرارات متأخرة جدا قرارات طبعا قوية ولكن متأخرة جدا المشكلة في نادي الزمالك هينفذ القرارات دي ولا لا دي طول الوقت المشكلة في نادي الزمالك كيروش بيحضر ماتشاط كثيرة في الدوري هل فيه أي أنباء عن اختياره اللعيبة جدا يتضمهم للمنتخب بصه كيروش يعني خليني نقول أن القوام بتاع المنتخب اللي كان بيلعب في قوم أفريقيا هو القوام بتاع المنتخب وهي عبير المطشين بتوع التصفات أمام السنغال مع بعض الإضافات البسيطة عندنا مشكلة في الجابهة اليومنا إصابة طبعا أكرم توفيق بالصليبي عمر كمال هدى بمستوى متميز ولكن انت محتاجة بديل لعمر كمال فكان بيلعب على النقطة دي أحمد حجاز مش يبقى موجود في مطشين السنغال فبالتالي هو يبحث عن مدافع كان بيبص على الحيطين دول اللي نقصين عند كيروش بشكل كبير جدا وبالتالي هو بدأ يتابع المطشات الدولة ولكن حتى الآن ردود أفعاله كلها أن المستويات كلها ضعيفة لا ترتقل أنها تنضم لمنتخب مصر ولكن أبرز العناصر اللي على طاولة كيروش هو محمد هاني الظاهري الأيمان للنادي الأهلي وأحمد عبدالقادر لعب النادي الأهلي أعتقد دول العنصرين الواحدين اللي هينضموا مع منتخب مصر في مطشين السنغال 25-29 أهل السوقات محمد في كلام كتير قوي داير عن أداء أبو جبل مع الزمالك والشناوي مع الأهلي بالنسبة تتكلم أنه إزاي بعد اللي حصل بعد اللي شفناه أداء المنتخب في طبعا بطولة الأمم الأفريقية ودلوقت اللي احنا شايفينه هل أبو جبل والشناوي انشغلوا باللي حققوه خلال بطولة الأمم الأفريقية ونقطة كمان تانية فكرة الدعم النفسي أنت كنت تتكلم عليه أنه في لعيبة ما شاركتش استبعدت من المنتخب وفي لعيبة تمت إصابتها فما شاركتش وفيه ممكن يكون بعض الأثار النفسية اللي عند اللعيبة هل إحنا محتاجين إن كان في الأهلي أو في الزمالك أو في أي فرقة من الفرقة من النوادي الموجودة محتاجين فعلا وجود دعم نفسي ثابت متخصص نفسي أو استشاري نفسي ثابت مع الفرق محتاجين والعالم كله شغال كده كل الفرقة الكبيرة في أوروبا بتشتغل بالأخصائي النفسي بيوجد موجودين موجود مع الفريق طول الوقت منتخب مصر خد فترة عمل ده مع كيروش كان استعام بأحد الأخصائي النفسين إنه يقعد مع لعيب المنتخب ويتكلم معهم فظل إنه فيه ضغوط كتير جدا على لعيب المنتخب في الفترة اللي فاتت خصوصا بعد الخسارة من نيجيريا في افتتاحها أمم أفريقيا وشوفنا للمستوى عمل إزاي لحد ما وصلنا النهائي وخصلنا النهائي بضربات الجزاء أمام السنغال أبو جبل عنده مشكلة زي ما تكلمنا إنه أبو جبل جاي لعرض من النصر السعودي رقم ضخم جدا بتكلمه في 30 مليون جنيه في السنة فبالتالي خلاص هو شايف إنه دي أخر عقد اللي بالنسباله في الملاعب فبالتالي هو طوله زهنه مشغول جدا بعرض النصر السعودي فبالتالي هو مش مركز في المستطيل الأخضر زي ما احنا بنقول الحاجة التانية شاغل دماغه طوله وقت بالمقنة بمحمد الشنو هو محمد الشنو بدأ البطولة أمم أفريقيا تعرض للإصابة في مطش كودفور لعب الأبو جبل وظهر بمصوات مميزة وكل العالم أشهد بمحمد أبو جبل فبالتالي هو حاليا في حرة من سيحرص عاريم منتخب مصري أمام السنغال محمد الشنو هو ولا أنا محمد أبو جبل اللي اتقلقته وكسرت الدنيا مع منتخب مصري فبالتالي كل ده أبو جبل مشغول بالأمور دي أولا تجديد للنصر السعودي سنينة ضغوط اللي عليه من جمهور نادي الزمالك إنه يجدد عقده اللي ينتهي بنهاية الموسم ثالثا المقارنة بينه وبين محمد الشنو مين هيلعب خصوصا كمان اللعبة كلها بتتابع السوشيال ميديا الفترة اللي فات كلها شغالة على مقارنات بين الشنو ومن أبو جبل مين هيلعب مين هيغرص عاريم منتخب مصري في أمام السنغال محمد الشنو طبعا كان غايب لفترة كبيرة جدا ولكن يعني رجع المطش اللي فات في الدوري مع مصري المقصة أمبرح كل الناس تحمل محمد الشنو مسؤولية الهدف بتاع سنداونس لأنه يعني صرب بشكل خاطئ فبالتالي أن الشنو عنده نفس التفكير في مين اللي هيقف لمنتخب مصري أنا أولا محمد أبو جبل اللي عمل بطولك ويسة جدا في أم أفريق ده طبيعي جدا بيحصل في كرة القدم عشان كده بنقول أنه وجود الإخصائي النفسي بيساعد اللعب أنه يتجاوز المرحلة دي خلاص أنت عندك نصر عرض من النصر السعودي أنه هو يفتعيد التوازن النفسي إن كان فعلا في مرحلة أنه هو يعني خليل نقول في قمة نجاحه فيقدر يرجعه على أرض الواقع أو إن كان بيواجه صعوبة فيقدر كمان أنه هو يحفزه مع الزمالك ومشاركش مع مصرف أمام السنغال طبيعي أنه النصر ما يتملش عقده نحن نكون الأحوال بنتمنى التوفيق للفريقين وإن شاء الله نشوف يعني مكاسب كبيرة في المتشاط اللي جاية لي